الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله الذي لا إله الله على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطنة ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراتنا لكتاب القول المفيد في أدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليماني رحمه الله وتعالى وجزاه الله عنا خير ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الرابع من جماد الآخرة لعام واحد واربعين واربعمائة وألف الموافق ليلة التاسع والعشرين من الشهر الأول لعام عشرين وألفين وقد وقفنا على عنوان وجوب التوكل على الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وجوب التوكل على الله وحده أما الوجوب فلأن الله عز وجل أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب والله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا فأمر الله عز وجل أن نتوكل عليه والأمر يقتضي الوجوب فإذا قال وجوب التوكل وأما التوكل فهو الصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة فمن صدق في اعتماد على الله عز وجل وأخذ بالأسباب المشروعة لكي يدلب لنفسه أو لغيره الخير ما ينفعه وينفع غيره أو ليدفع عن نفسه وعن غيره الضر فقد توكل على الله عز وجل والتوكل من أعمال القلب ويجب أن يكون لله وحده حتى ما يجوز أن يقال أتوكل على الله ثم على فلان لا التوكل على الله وحده لأنه عمل قلبي وأعمال القلوب لله عز وجل الأعمال البدني ممكن إنسان يفعل كذا كأن يستعين بأخي أن يحمل معه شيئا قال جلاله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم العدوان ممكن يتعاون مع غيره فلا يجوز أن يستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لكن الأمر الذي يقدر عليه الإنسان ممكن يتعاون مع غيره عليه لكن التوكل عمل قلبي اعتماد القلب وها لا يكون إلا إلا على الله سبحانه وتعالى وحده كما سيأتي في الآيات وكيف أمر الله عز وجل بأن يكون التوكل عليه وحده والتوكل يتفاوت توكل العبد من شخص إلى آخر يتفاوت تفاوت عظيما بل وتفاوت الشخص نفسه بين حين وآخر فأحيان يقوى توكل على الله عز وجل وأحيان ينقص عن ذلك وأحيان يكون ضعيفا والناس أيضا يتفاوتون في توكلهم من شخص إلى آخر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلوا على الله حق توكله يدلوا على ماذا؟ على أن الناس يتفاوتوا فهناك من يتوكع الله وهناك من يتوكع الله حقا توكله وهكذا سائر الأعمال سواء القلبية أو البدنية أو القولية أو المالية كل الناس يتفاوتون بل الشخص يتفاوت مع نفسه بينه فترة وأخرى يزيد إيمانه وينقص سلامه يزيد وينقص توكله يزيد وينقص إخلاصه يزيد وينقص ولذلك لا يمكن تكون هذه الأعمال ثابتة على درجة واحدة هي باستمرار إما في زيادة وإما في نقصان فكذاك أعمال القلوب وإذاك الخوف من الله سبحانه وتعالى هل هو ثابت ولا ولا يزيد وينقص يزيد وينقص وإذاك أحيانا إذا ضعف الإنسان خوفه من الله أو مراقبته لله عز وجل أو إيمانه بأن الله محيط به أو يسمعه ويبصره أو إيمانه بأن الله سيحاسبه ضعف هذا الشيء عنده فماذا يحصل يندفع المعصية إذا استحضر إذا قوي إيمانه إذا تذكر المقام بين دين الله عز وجل وحسابه الله له ومراقبة الله له فإنه يتورع ليس فقط يعني لا يفعل المعصي بل يتورع فحسب يعني إقبال العبد وإدباره وحسب قوة القلب وضعفه في الإيمانيات فالتوكل نفسه أيضا درجات بين الشخص وآخر ودرجات في الشخص نفسه ثالث يقوى توكل الإنسان وتالث يضعف فالتوكل يجب وجوبا لأن الله أمر به والتوكل يجب أن يكون لله وحده ويسعى المسلم إلى تقوية توكل على الله سبحانه وتعالى نعم قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين طيب فإذا عزمت فتوكل على الله هذا يدل على ماذا؟ على مشروعة الأخذ بالأسباب يعني اتخذت الأسباب أفعل أو لا أفعل فعزمت أنك تفعل أنك تسافر أنك تجاهد أنك تختبر أنك تتوظف أنك تتزوج أنك تبيع بيتك تبيع تشتري حاجة فلانية صار عندك عزم أنك ستفعل هذا الشيء يعني أخذت بأسبابه ممكن سألت ممكن درست ممكن تريثت ممكن قارنت الأمور شاهدت الأسعار شاهدت المصلحة المفسدة ماذا ممكن استفيد ماذا ممكن أخسر عزمت توكل إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي قل معي التوكل على الله سبحانه وتعالى وقوله جل وعلا إن الله يحب المتوكلين في إثبات المحبة لله عزم إن الله يحب وهذا ما عليها أهل السنة الجمعة بأن الله يحب ويحب يحب أشخاصا يحب أماكن يحب أوقاتا يحب أعمالا يحب أقوالا فيحب الله جل وعلا الذي يتوكل عليه يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين وإيضا كونه يحب المتوكلين هذا دعوة إلى أن المسلم يسعى في توكله على الله عز وجل وتقويه توكله على الله عز وجل حتى ينال محبة الله عز وجل لأن الله يحب المتوكلين وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هؤلاء المنافقون وما يفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فربنا جلعا يقول فأعرض عنهم عن تصرفاتهم وفعالهم لأنهم يأتون بوجه يدخلون بوجه واخرجون بوجه وقال جل وعلا فأعرض عنهم وتوكل على الله يعني توكلت على الله فهو حسبك يكفيك شرهم وكيدهم وما يمكرون بك وكفى بالله وكيلا نعم وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا يستفاد منها ماذا في قوله وعلى الله فليتوكل قدم الجار المجرور ليفيد الحصر يعني عليه جل وعليش وحده لا على غيره لم يقل فتوكلوا فتوكل على الله بل قال وعلى الله فليتوكل وضح فقدم الجار المجرور حتى يفيد الحصر فالتوكل على الله عز وجل وحده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم وقال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا فيه بيان أن التوكل شرط الإيمان فإن كان فيك إيمان فتوكى على الله عز وجل فمن لم يتوكى على الله فليس بمؤمن لأن الله جل وعليش فتوكلوا إن كنتم مؤمن فليس بمؤمن أو ناقص الإيمان بحسب ما يقوم في قلبه من التوكل إذا زاد التوكل في القلب زاد الإيمان وإذا نقص التوكل نقص الإيمان وإذا إنسان لا يتوكى على الله عز وجل ترك التوكل مطلقا على الله عز وجل فهذا ليس بمؤمن نعم وقال شعيب عليه السلام وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هذا يدل على مشروعية قول الرجل توكلت على الله على الله توكلنا يعني كما أنه عمل قلبي كذاك يقوله بلسانة وهذا وارد في السنة كما سيأتي حتى من أدعية الخروج من البيت أن يقول إيش بسم الله توكلت على الله والتوكل ليس فقط كلمة يتقال باللسان بل هو عمل قلبي يصدق في اعتمادي على الله سبحانه وتعالى في جلبي ما ينفعه ويدفعه ما يضره مع الأخذ بالأسباب نعم وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما للحصر يعني المؤمنون قد حصروا بهذا الصفات لكن أي المؤمنين أراد المؤمنون نعم الكمل إذا قارت الله بعد ذلك أولئك هم المؤمنون حقا صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته الشرعية إذا قرئت زادتهم إيمانا لأنهم يمتثلوا ما فيها من أمر ويجتنبوا ما فيها من نهي والإيمان يزيد بالطاع وينقصه بالمعصية فلذلك إذا تليت عليهم آياته امتثلوا ما فيها وزادهم إيمانا كما أنهم ازدادوا إيمانهم لما في الآيات الله عز وجل من ذكر صفات الله وأسماءه وأفعاله وما يحب وما يبغض وما يسخطه وما يسخطه وما دعا إليه وماذا فعل بأوليائه وماذا عدله وماذا فعل بعدائه وماذا عدله وكيف عذبهم كل القرآن حديث عن الله عز وجل حتى قيل أن الله عز وجل خلق الجن والنس لثلاث ليعبدوه اللي قلت تعالى وما خلقته الجن والنس إلا يعبدون وليعرفوه أراد الله أن يعرف عباده بنفسه فأنزل القرآن كل القرآن تعرف بالله عز وجل من أول من أول إلى آخر وإذا قال جل وعلى الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم ها لتعلموا أن الله علي كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وقال جل وعلى يعلموا أن الله أشهد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال جل وعلا نبع عبادي أننا الغفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم وقال جل وعلا يعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في القرآن كله من أول إلى آخره تعريفهم بالله عز وجل وكونه جل وعلا قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لا ينافي أنه خلقهم ليعرفوه لأن أصلا حتى قوله حتى الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جاء في تفسيرها إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كهما الشهور عبد العباس رضي الله عنهما وجاء في تفسير ماذا إِلَّا لِيَعْرِفُونَ لأن من عرف الله عبد الله ومن جهل الله أشرك بالله قوله فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهلون ما أشرك الجاهليون إلا لِيَعْدَ بِمَعْرِفَةٍ بِاللَّهِ عَزْزًا ومن عرف الله تبارك تعالى عبد الله عز وجل سبحانه وتعالى صح فلذلك إذا تُلِيت آيات الله فإن هذا سبب لزاة إيمان الأمر الثالث اللي خلقنا الله من أجله خلقنا لعبادته وخلقنا لعرفنا نفسه وخلقنا ليختبرنا فقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياته لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن معنا فنحن في اختبار خلقنا ليختبرنا الله عز وجل لا يظن إنسان عايش بالاختبار في صحتك في مرضك في غناك في فقرك في رحلتك في إقامتك قبل الزواج بعد الزواج في الوظيفة خالد الوظيفة في بيتك في عملك دمي الأحوال أنت في اختبار الذي خلق الموت والحياته ليبلوكم أيكم أحسن عمله إذن هذا السبب زيادة الإيمان وإذا تُلِيت آيما يتزالة الإيمانه قال وعلى ربهم يتوكلون نقول في قوله وعلى ربهم يتوكلون كما قلنا يش وعلى الله ها فليتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فيتوكلوا إن الله يحب المتوكلين ماذا قلنا وعلى ربهم قدم الجار المجرور لم يقلوا يتوكلوا على إيش على ربهم قال وعلى ربهم يتوكلون مما يدل على أن التوكل مختص بالله سبحانه وتعالى وحده نعم وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله السلم وإن جنحوا وإن جنحوا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم نعم وقال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين هذا أيضا واضحة قال إن كنتم آمنتم بالله فمن شرط الإيمان وكماله أن تتوكلوا قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا فقدم أيضا الجار مجروف فقال فعليه إن كنتم مسلمين سبحان الله إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا عليه إن كنتم مسلمين فقالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نعم وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يذكر لهود عليه السلام أنه جاء قومه بآية يعني لم يذكر في القرآن ما هي آيةه هود عليه السلام فقالوا آيته قوة توكل على الله عز وجل فإنه تحدى قومه أن يكيد له جميعا وقال إني توكلت على الله ربي وربكم فقالها كانت آيته قوة توكل على الله عز وجل وأنه وقف بوجههم جميعا إني توكلت على الله ربي وربكم نعم وقال شعيب أيضا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نعم استمر وقال تعالى وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعَ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يقال فيها الآية لما قال جل وعلا وَإِلَيْهِ يُرْجَعَ أَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ أليس التوكل أليس التوكل فرد من أفراد العبادة فرد من أفراد العبادة العبادة يا شيخ وانا أقوال وأفعال صح حبه الله ورضاه الله روباطنا فالتوكل فرد من أفراد العباد العبادة أقوال وأفعال لكن ذكره هنا وأفرد لأهميته فقال فاعبده يعني بجميع عبادات وخص التوكل لأهمية قال وتوكل عليه وإلا قوله تعالى فاعبده ويدخل فيه التوكل لا يدخل فيه ولكن الأهمية أفرده بالذكر كما قال جلو علي ياك نعبد وياك نستعين معنا الاستعانة فرد من أفراد العبادة وقال حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى معنا الصلاة الوسطى فرد من أفراد الصلاة لكن الأهمية الصلاة الوسطى فهنا قال فاعبده قال وتوكل عليه وما ربك بغاف عن ما تعملون نعم وقال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا أن لا نتوكل على الله ما الذي يحيل بيننا وبين توكل على الله والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى هو حق من يتوكل عليه بل هو وحده الذي يجب التوكل عليه قال وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نعم قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ فإذا قرأت القرآن يعني المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن ولو لم نقل المراد فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ لكان يظاهر الآية هذا كيف يفعل واحد بعد ما يقرأ القرآن يستعذ ومعلوم بأن الاستعاذ متى قبل أن تقرأ ويبين هذا السنة أن السنة كان نبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم نهمزيه ونفخه ونفثه بعدين يقرأ فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ أطلب العوذ واللجوء من الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يلبس على المسلم قراءته ثم هنا في فائدة عظيمة أنه ليس له سلطان يعني ما يتصلت على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فدلت الآية على أن قوة التوكع على الله عز وجل تمنع من تسلط الشياطين على المسلم والعكس بالعكس من ترك التوكع على الله عز وجل أو ضعف التوكع على الله عز وجل تسلط عليه الشيطان نعم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله أكبر وتوكل على الحي الذي لا يموت لما قال الحي بالألف والله من الاستغراق يعني الحياة الكاملة فأكد هذاك فقال الذي لا يموت وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يموت لكمال حياته لأن النفي المحض ليس مدحا لا يموت لأنه كامل في حياته وقيومته وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا نعم وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم نعم الذي يراك حين تقوم هذه فيها فائدة وهي المرتبة الثانية من مرتبتي إيش الإحسان أن تعود الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه فإنه يراك للإحسان له مرتبة ثانية المشاهدة والمراقبة المشاهدة في قوله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى والمراقبة فإن لم تكن ترى فإنه فإنه يراك فهنا قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد نعم وقال تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين نعم استمر وقال جل وعلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم وقال إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم وقال تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وما يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي كافي من ماذا كيف عرفنا كل شيء لأنه لم يذكر كافي من ماذا فأطلق هكذا حتى يشمل ليش يكفي من كل شيء من كل ما همه من الأمراض من الفقر من الوباء من الفضايح من الجوع من كل شيء من أن يذهب دينه من أن ينقلب عليه أولاده إذا قوي يتوكله فالله حسبه وهذا يدلك على ماذا على أن كثير من الناس لا يتوكل على الله فتجد مهموم مغموم تعلق بكل شيء لماذا لضعف توكل على الله سبحانه وتعالى كما سيت إن شاء الله في الحديث لو أنكم تتوكل على الله حق توكله نعم والآيات في هذا الباب كثيرة ومما جاء في السنة من الأحاديث في التوكل ما يلي نعم عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حديث حسن أخرجه الترمذي في الزهد وابن ماجه في الزهد أيضا وأحمد واللوظ له والحاكم وصحح علامة الشام الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه علامة اليمن الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح جميل هذا الحديث في الترغيب في التوكل حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله هذا يدل على أن التوكل يتفاوت من شخص إلى شخص أو الشخص نفسه بين حين وآخر أو كلاهما كلاهما فالناس تتفاوت في توكلهم والإنسان نفسه يقوى إيمانه ويضعف يقوى يتوكله ويضعف فلو أنكم تتوكلوا على الله حق توكله تعتمدوا اعتماداً تاماً يقوى اعتمادكم على الله عز وجل لتكفى الله برزاقكم وكفاكم هم كل شيء قال لرزقكم كما يرزق الطير والطير شيء عجيب عظيم يقول بعض المشايخ قال أنت هل رأيتهم طير ما يستيقظ إلا الضحى؟ في طير ما يستيقظ إلا الضحى؟ لا كله الطيور من الصباح الباكر قبلها تشرق الشمس تستيقظ لا عندها مخازن ولا عندها فريزرات ولا عندها ثلاجات ما عندها شيء تأكل كل يوم بيومه فخص الطير بالذات لأن الطير يأكل كل يوم بيومه يعني في بعض حيوان تخزن شوال النمر يخزن 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 كذلك مثلا البعير يششور بذلك كذلك لكن الطيور ما تخزن شيء كل يوم طالة كل يوم بيومه ومع ذلك يرزقها الله سبحانه وتعالى لكن لا يعني هذا أنه ما تموت من الجوع لأن الله جل وعلا يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا خلاص آخر شيء يجي القدر وكل من عليها فان هذا لا منافات ولو كان كل واحد يتوكع الله ما يموت كما مات شيء أو كل من يقرأ عليه تنرقية ما يموت جعل ما مات أحد كل ما جا يموت قرأنا عليه لا آخر شيء القدر هذا لابد وهذا حتى في قول الله عز وجل ممكن خوفكم شوي أنتم اللي تحبون زوجاتكم هذا في سورة أيش يا أخبان في سورة الطلاق يقول الله قد جعل الله لكل شيء قدرا شتها زوجتكم معيالك اللي تحبها وتحبك لابد مئة وليان تفارقها ياتموت عنها ياتموت عنك يالا أقدر لاحظ الطلاق ولا خلع ولا تفقد أنت ولا تفقد هي ما في شيء سيبقى هذا حال الدنيا ما بقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي فيها لا بقي إلى أصحابي ولا بقوا له أصحابه منهم مات قبله ومنهم من قتل أولادهم ماتوا قبله ومات عنهم وكانت هذه أعظم مصيبة وادئة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاسمة عظيمة ما كانوا يتخيلهم كيف يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام يعنيكم الإنسان اللي يحب сделать الشخص يحب زوجته ولا ولده وتعلق فيه جدا يفقده هذا شيء صعب جدا كيف عدهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ها من 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 أنفسهم ففقدوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم كيف أيش حصل لعمر لما سمع بفاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قد مات ثربت عنقه وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيرج حتى أتى أبو بكر وهذه من المواقف اللي ثبت فيها أبو بكر أكثر من عمر أبو بكر أفضل من عمر رضي الله على الجميع وإلا به يدخل عن نبي صلى الله عليه وسلم رابط الجيش قبل ما بين عينيه ثم خرج خطب الناس وانصرف الناس عن عمر وأتى وإليه وقال كل المشهورة قال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلقى الله عز وجل وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبل الرسول أفإن مات أو قتل قلت على عقابكم حتى عمر يقول كأني ما سمعتها إلا الآن ما سمعت إلا التو كانها ما مرت عليه فكانت قاسم عظيمة هذا حال الدنيا لا تظن أنها تبقى على حال مهما خلت من الاحتياطات حضرت على صحتك من الحر من البرد حوث على سمعتك حوث على طعامك صحي شي سمونا هذا مو بس دايت ثاني ذاك أرقنك مش عاربي خلاص لا بد تنتهي من الدنيا شي تأم أبيت قد جعل الله لكل شيء قدرها المهم أن المسلم يتوكع على الله عز وجل يعني في ناس يبالغ حسبها زيادة كل شيء يحسب بالملي تضبط وما تضبط إلى درجة الوسواس وفي ناس لا لا يخذ بالأسباب الشرعية لا وإنما خذ بالأسباب أسباب الصحة أسباب الرزق أسباب الحظ على الوظيفة أسباب التربية الأولاد أسباب خذ منه لكن لا تجعله المعتمد وأنه مجرد سبب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى فقال لو أنكم تتوكع على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا تغدوا يعني تذهب في الصباح الباكر خماصا أي خالية البطون وتروحوا بطانا أي ابتلأت بطونها نعم تفضل عن عبد الله بن عباس أنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم أرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر يعني هل هذا في المنام أو في ليلة المعراج يحتمل ألمهم أن الأمم أرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ورأها ما رذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجد النبي يمر معه الأمة كما والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواه من هؤلاء اللي معه يعني اتبعه منهم من آمت معه أمة مثل موسى عليه السلام ومنهم من معه نفر منهم عشرة منهم خمسة منهم واحد منهم يمر نبي وليس معه احد قام بما أمره الله به ومع ذاك لم يستجب له وما في نبي قصر بما أمر الله به هؤلاء الكمل الذي اصطفاهم الله عز وجل ومع ذلك منهم من لم يستجب له الا واحد الا اثنان الا خمسة بعض منهم يمر وليس معه احد قال فنظرت فنظرت فإذا سواد كثير سواد يعبر عن شيء من كثرته سواد عظيم يعني كثير نعم قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فإذا قال لا الامة اللي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم السأل عنها عليه الصلاة والسلام هذه أمتي هؤلاء أمتي هم أيش بان اسرائيل وهي أمة عظيمة كبيرة نعم قال لا ولكن انظر ولكن انظر الى الافق فنظرت فإذا سواد كثير نعم طبعا السواد الثاني هذا اكثر واعظم الاول لان امة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوم قيامه هي اعظم الامم حتى انهم في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة كرام من الله شفاعة تشفع طبعا بإذن الله تكون شفاعة ولا تكون أمة شطرة للجنة يعني نصها للجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاختار الشفاعة يعني ماذا بالشفاعة هذه يا إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة الاهل الكبار من أمتي هاي الحديث صحيح عند الباضية يعني يفهمون خطأ ويعيبون القائل وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني كم هي من حكم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر إلى حكمه صح؟ لما يقول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم ففهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبار من أمتي شفاعة لأهل الكبار من أمتي أن هذا الحديث فيه دعوة إلى فعل الكبار حتى تحصع الشفاعة شوف يقول يعني معنى هذا أنه يا الله افعلوا كبار عشان تنالوا الشفاعة هذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الأمة المرحومة أكرم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة حتى من قصر منهم ووقع في شيء من الكبار فإن الله عز وجل يكرم الشافع لو شاء الله غفر لمن شاء بدون شفاعة ولا لا أصل المراد من شفاعة ماذا إكرام للشافع وإذاك الشهيد له شفاعة صح يشفع للسبعين كراما له فيكرم الله عز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو بأمتي رؤوف رحيم فحتى الأهل الكبار يشفع له فإذا كان يعني أيهما أفضل أن يكون صاحب كبيرا ويشفع له النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون من السبعين ألف الذين دخلوا الجنة وغير حسابه والعذاب تبهتم أيهم أفضل الأول والثاني الثاني سبعين ألف يدخل الجنة وغير حسابه والعذاب ما هم يشفعهم صحاب كبار فهذا كرام من الله عز وجل حتى المقصرين حتى أصحاب الكبار يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللي يشفع له وهذه الشفعة تكون بإذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه مش شيء صحاب كبيرا يشفع له أيضا فالمهم أن هاي الأمة أمة عظيمة فحتى خير عليه الصلاة والسلام بين الشفاعة وبين أن يكون أن تكون أمة الشطرة الجنة فاختار الشفاعة فذاك جاء في حيث آخر أن أهل الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون صفا من أمة محمد ها نسبة كبيرة ولا لا يعني كم الثلثان صح الثلثان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذو أهل الجنة الصلاة يجعلنا منه ثبتنا على السلام نعم قال فنظرت فعيدا السواد كبير نعم قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب الله قلت ولما قال كانوا لا يكتبون ولا يسترقون 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 ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا شون فاتتك ما شو الحديثة منك حديثة يش كتاب التوحي طيب قال هم الذي قال قال كانوا لا يكتبون يعني لا يتعالجون بالكي بالنار وهذا مكروه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يفعل عند الحاجة عند الضرورة لكن مع الكرهة ولا يسترقون السين والتالي الطلب يعني لا يطلبوا من أحد أن أن يرقيهم يعني أن يقرأ عليهم لأن من كمال التوحيد أنك أنت ترقي نفسك أنك أنت ترقي نفسك أنك أنت تسأل الله بنفسك لا داع أن تطأطي برأسك إلى إلى فراء لا تقول أقرأ عليه أقرأ عليه والله أنا من يقرأ عليه لما تطأ هكذا يضعف التوحيد هذا من كمال التوحيد ما تقول لحد أقرأ عليه أدعو الله عز وجل وهل الله جل وعلا يجيبه دعوة هذا القارئ ولا يجيب دعوتك استجاب الله الكفار إذا غشوا في البحر كالظللين دعوا الله مخلص له الدين ينجيهم الله ينجيهم هم كفار مشركون ويعلم الله بأنهم إيش سيكفرون سيشركون قوان فرعون قال يا أيها الساحر ادعونا ربك بما حدا عندك إننا لمهتدون يعلم الله بأنهم سينكثون ومع ذلك نجاهم ونجاهم إيش رفع عنهم البلاء إلى أجل مسمى هم بالغوه يعلم الله ومع ذلك ربنا جل وعلا استجاب له واستجاب للي موسى عسام في دعائي له بل قال هل علم إبليس استجاب الله له لما قال ها قال ربه انظرني لا يبعثهم قال إنك إنك من المنظرين كيف المسلم لا يدعو الله عز وجل تذهب إلى فلان وعلا وبعض الناس يقول يعني وصلنا مرحلة والله كذا الحال إيش ما تنصحنا بأحد بل أنصحك أنصحك بالواحد الأحد الذي إذا دعي يا أجاب وقال ربك مدعوني استجب لكم لكن ربنا جل وعليه حكم حكيم ما تعلمت لماذا لا يستجيب لك وانت تدعو ربما يستمر فيك البلاء حتى يستمر فيك الدعاء إذا استمرت وانت تدعو الله عز وجل حققت أمرا عظيما من أجله خلقت وهو العبادة قال نبس الله يسمع العبادة الدعاء والعبادة لو استجاب الله لك من أول دعاء يا رب تشفي فران فشفاء الله عز وجل عسل ما انكسرت لا لا إذا انكسرت قطيها تحطوا لي إذا انكسرت كل واحد دينار دينار الحمد لله ما انكسرت ضي فمن رحمة الله بالعبد ان الله لا يستجيب له مباشرة لماذا حتى يستمر في الدعاء فيحقق أمرا عظيما من أجله خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال جل وعلا وما خلقتوا لجنة وانسا إلا إلا اللي يعبد حتى الشيخ عبد الرحمن النصر السعيد رحمة الله عليه يقول قد يرفع العبد يديه ويسأل الله حاجة يا رب يا رب قال فيحصلوا في دعائه وتذلوا لله وانكسروا بيهند الله ما هو خير من الحاجة التي دعا الله إياها لما إذا قال يا رب تم الموافقة يا رب تم الموافقة يا رب يا رب أو يا رب تشفي فلال أو يا رب ترفع البلاء فهذا التذلل وهذا الدعاء خير من المساتي نفسها حقق العبادة التي من أجلها خلق الدعاء هو العبادة وقال ربك مدعوني أستجب لكم إن الذي يستكمع عن عبادتي لم يقل عن دعائي لأن الدعاء هو العبادة فقال ابن القيم يبتل الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه كثير من الناس ما يقول يا رب اللي هذا صاد مصيبة فيرفع الله من درجات ويصرف عنك من السوء ويعطيك خير مما سألت ولأنك ما تعلم هل في خير أني أستجيب الله لك فيوفقك لهذه الوظيفة أو هذا الزواج أو هذا ما تدري ما تعلم والله يعلم أنتم لا تعلمون ويدخل الله دعاك هذا أجر وثواب يوم القيام أحواج ما تكون إليه فإذاك قالها العلم أو قال بعضهم لو لا البلاء لقدمني على الله مفاليس يقول ما عندهم الأعمال لتسعفني لكن ربنا يعطينا البلاء ها فيكفر عننا من السيئات ورفع لنا من الدرجات حتى نقبل على الله عزيزي وليس علينا خطيئة لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وليس علي خطيئة وهذا البلاء صلى الله عليه وعافينا وإياكم لا يتمناه المسلم لكنه واقع من واقع ما في عادي يعيش بدون بلاء ما تمرض ما يموت لك أحد مرة تخسر مرة تربح مرة قطع لك واحد كلمة مرة ما يمكن وين قعد هذا تلك الجنة اللي ما فيها الأشياء هذه ما يمكن لو كنت من ابن من عندك من الاحتياطات والأدب والترتيب والتخطيط والذكاء أيضا ما تسلم يا هم يا غم يا مرض يا إساءة على طول هذه الدنيا طيب المسلم يحمل الله عز وجل على كل حال فهذا البلاء شوف ميسته قال هو أجر لا يدخله الرياء ها الرياء وين يدخل اخوان ها بتقرأ قرآن كنت رأي وما ترأي تصلي كنت رأي وما ترأي تصدق الله يستعليك من الرياء تحج تعتمر الله يستعليك من الرياء صح لكن البلاء قال أجر صافي ما في مجال للرياء أصلا بلوة وقعت عليك شو ترأي في فتأخذ أجرك إيش كاملا كاملا فعلى المسلم أن يتعامل هكذا يفهم هذا البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى يقول لا يسترقون يعني لا يطلبون الرق من غيرهم إذ كمال التوعيد أن ترقي نفسك أن تدعو الله بنفسك أن تكون واثقا بالله عز وجل قال ولا يتطيرون يعني لا يزرون طيرا ويعتمدون على توجه يمين أو الشمال كما كان يفعل الجاهلية وهذا التطير التشاوم في أشياء كثيرة ليس مقتصا على زجر الطير الجاهل يزجر طيرا إن أخذ يمينا مضى في حاجته سفر ولا زواج ولا تجارة وإن أخذ شمالا قال لا لا كأنها البهيم هي التي تحدد مصيره فأبدى الله عباده المؤمنين بصلاة الاستخارة مش بزجر الطير لكن هذا التطير ليس مقتصرا على ماذا على زجر الطير وإن كان أواصل تسمية لكن أي شيء يجعلك إيش تحجب أو تقدم ما أنزل الله من السلطان يكون هذا من جنس التطير وكلمة عابرة يقولها كثير من الناس ولا يفهم ما إيش معناها فلان ذا قال لك قال خير يا طير إيش خير يا طير هذه ترمي الجاهلية وقد سئل عنها العلماء من هو الشيخ صارفوزان تشلم أقضى هالأيام قال ما في شيء اسمه خير يا طير هذا من التطير الطير بهيمة طير في السماء لا تجيب خير ولا تجيب شر هاي بحال أصلا وين الطير ما حولك يبحث عن ما يأكل تبهتم ومع ذلك كثير من الناس سواء طيور أو غير الطيور يتشائمون أو يقبلون أو يحجبون أو يسافرون أو يغير أراءهم على حسب ما تسيرهم هذه البهيمة فالسبعون ألف يدخل الجنة بغير حسام وعذاب إيش أخوان ها لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل وهو الشاهد وعلى ربهم يتوكل يعتمدون بالصدق على الله سبحانه وتعالى لجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم مع الأخذ الأسباب الشرعية نعم كمل فقام إليه عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة رواه البخاري في الرقاق ومسلمون واللغض البخاري الله أكبر فقام أكاشة بن محصن ظفر بهذا ما سمع الكلام هذا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بني يدخل الجنة وغير حساب قال يا أصواء ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم فحتى ذكر فيه ترجمته أو عد في إيش في عداد المبشرين بالجنة هذا الرجل من هذا فطنه الله عز وجل ظفر بهذا رسول الله ادعو الله ايجعلني منهم قال أنت منهم هو سبق ها التوفيق ورب العالمين كان خادما كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويتهب الوضوع فذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم عراضي وكافه قال سألني ها سألني اشتعط وكافك جاء في السياق أن الرجل ما سأل مباشرة ذهب رجع راجع نفسه يقول له فاتح له يقول اطلب والنبي رضي الله عنه يقول ايش اسألك مرافقتك في الجنة شف ها لو واحد يعني فتح للباب قال اسألك مرافقتك قال وغير ذاك قال هو ذاك فقال اجعل ايش اعني عن نفسك بكثرة كثرة السجود العجيب عند هذا البدع أن حتى العشرة المشهورون به لهذا اللقر المشهور الجنة لا يصح الحديث فيهم حتى ايش تقاسم الخلفاء الراشدين الرافضة يكفرون ابا بكر وعمر والاباضي يكفرون عثمان وعلي بس الرافضة اخبث قال له بعد عثمان المهم ان ايش اذا هولا الاربعة في النار احنا ايش يصير في النار ويقول لك ايش ما نبي طاعفية ونبي طاع انتم شوفوا اذا بكر عمر وعثمان وعلي في النار عندكم ايش بقيت المسلمين اين سيكون اين سيكونون هذا كلام والله ما صدقوا فيه ابدا هكذا بس يعني يتكسبون ان لا ما بينه شي ما بينك شي لماذا تكفر ابا بكر عمر لا ما يكفروا ما رأيك بمن يكفرهم سلامات بعضهم قالوا وجهة نظر واحد راضي تتصل فيني قال لا انا ما كفر ببكر عمر ما تكفر ايش رايك بالكفر قال وجهة نظر يا السلام وجهة نظر ببكر عمر كفار اذا ببكر عمر كفار وفي النار وخالدين في النار ايش ايش بقيت اهل السنة عندكم اتبهتم او عثمان عند الاباضي مخلدان في نار جهنم بس مش كفار كفر نعمة بس ما يخرجوا من النار يعني ايش ايش الفرق بينهم وفي الكفار ماذا ما يخرج منها ابدا هذه نار جهنم صلى الله عليه العافية هكذا يسيرون الظن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي يساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يساء الظن بالله سبحانه وتعالى اذا هذا وفقه الله فقال يا رسول الله ادعو الله لجعل منهم قال الله ما جعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال ادعو الله لجعل منهم قال سبقك بها عكاشا اللهم صلي وسلم عن النبي محمد شوفوا الاسلوب والادب قالوا ايش ما قال لا انت لست منهم انت لست كفا لذلك وانما كما قالوا يعني صرفه بكلمة فيها لطف قال سبقك بها عكاشا قالها العلم بعضهم قال لعل هذا الرجل لا يستحق ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رده بالتي يحسن وقيل حتى لا يفتح باب اذا هذا قال اجعلنا منهم الثاني قال اجعلنا منهم الثاني حتى يقوم من ليس اهل لذلك قد يكون الرجل اهل لك حتى لا يفتح الباب حتى لا يقوم ايش من ليس اهل لهذا وربما قام وقال يا رسول اجعلنا منهم وهو يعتمد على على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ويترك العمل الناس ليستبعوا على درجة واحدة بذكر الشيخ الاسلام كلاما خطيرا جدا قال ان الناس اذا امنوا يكون في ايمانهم ضعف في قلوبهم اذا لم يبتلوا وماتوا على ذلك ايمانهم ادخلهم للجنة لكن قد يحصل لبعضهم بلاء يدعون للجهاد او الانفاق في سبيل الله او تأتيهم فتنة فينقلبوا لانه عندهم فيهم ضعف ايمان فنسأل الله العافية لذاك تجد الناس كثير من الناس شوفوا الارتد شوفوا الاغير دينة شوفوا الاغير مذهبة لان اصلا عامة الناس ما عندهم الحجج والبراهين وقوة الايمان واليقين وقراءة القرآن الايمان يزيد ويقوى ويكثر وانما كما يقع عندهم ايمان مجمل فيقول الشيخ السلام انبقوا هذا على ايمانه المجمل نفعهم هالايمان ودخل به الجنة على ضعف لكن من حصل منهم له فتنة لا يثبت والعياذ بالله فيشاء الله عز وجل لبعضه لمن شاء من عباده وذاك هنا لا تستغرب اللي هم يسمع بعض الناس يذهب الى افريقيا مثلا يدخل القرية على الوثنية معا شويت الحمد لله ليك الله صدق معا قليل من التبرعات كلمتين شويت اكد شويت ملابس وين القرية كلها ما شاء الله تدخل الاسلام والله يصورونهم الجماعي يشهدون يلا قل وراي اشهدوا اشهدوا الا اله الا الله هؤلاء مساكين شوفها في السرعة دخلوا الاسلام يمكن ينصرف عنهم هذا اللي اعطاهم التبرعات ونطقهم الشهادة يمكن تأتيهم ايش حملة اخرى صليبية ورافضية ادفع اكثر ها حول حول واذاك تجد ايش لقطات اخرى فيه ناس بعدها فارقة يطقون صدر عندهم ايش دعاة رافضة صاروا رافضة يجبون دعاة ها نصارى يصرون نصارى ولو بعد شفت شيء بعد لقطة جايهم دعاة اباضية صاروا اباضية شفت كذلك في اوروبا في امريكا كثير يقال بمعدل كل ساعة هناك يدخل ستة سبعة في الاسلام المساجين هؤلاء كثور يدخلوا في الاسلام المساجين عندهم مساجين هناك بالملايين مش بالمئات مش بالعشرات العلاف حتى بعض الناس يعمل له مشروع سجن مشروع تجاري من السجن كامل بالحراسة بكاميراته بمطعمه بكذا وكذا ويستقبل المساجين من ولاية اخرى ياخذ على الراس لبعض مشروع من كثير المساجين لانه مخدراته جرائم وشي شي عجيب يعني الناس تسمع يعني قتل احد الزوجين الاخر هذا بكثرة جدا 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 لماذا لانه عندهم شي اسمه التأمين على الحياة لانه شاف زوج تأمنت راح شاف لبعي طريقة اخرى قتل عشان ياقض التأمين وهي ايضا العكس واذاك اول ما صر قتل اول ما يشكوا باحد الزوجين هذا واحد مقتون ويشون عنده تأمين وما عنده تأمين ويصيدون كثير منهم يقتل عشان التأمين عشان ياقض التعويض هذا حياته بشوف وغير وغير مخدرات مسكرات خمارات مفتوعة بلاوه بلاوه كثير المهم نعود للسجن يا الكرام على السجن مو نعود للسجن الله يكفينا شر السجن تجد كثير منه يدخل الاسلام في السجن هذا في حالة ضيق حالة ما عرف الاسلام ما اسمع بشي من طلعه مخدراته وجرائم والشوارع يدخل الاسلام لكن هنا يا اخوان العبرة ما هذا الاسلام الذي يحمله هاولا لا يمكن ان انسان يترصف في قلبه التوحيد فيأتي انسان بمال او بحاجة او شيء ملابس ويترك التوحيد فهؤلاء ولو كانوا مسلمين يدخل عليهم الرافضة شو يصبح الرافض ما عندهم توحيد قوي ما عندهم معرفة بالله عز وجل فلذلك نحن نحتاج لندعو المسلمين قبل الكفار عرفتم نحن نحتاج لندعو المسلمين قبل قبل الكفار لماذا؟ لأنه قالوا دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح ماذا يفعل التاجر هو شيء يأمن على ماذا رأس ماله بعدين يبيع بالليصير ربحان الموم طلع رأس ماله هو شيء المسلمين كثر نريد أن نصح عقائدهم أن نقوي إيمانهم أن نجعل محافظون على الصلاة يعرفون البر يعرفون الأخلاق يحافظون عراضهم إذا حصل عندك يعني مناسبة تدعو غير المسلمين تخلوهم الإسلام يزيدون شوي بعدهم كثر ما شاء الله فبها ونعمة لكن التركيز الأصلي على ماذا؟ على المسلمين اليوم المسلمين قاعدوا يتركون الإسلام للحاد قاعد أي شيء يشق طريقة فيهم البدع في ناس تنتسب الإسلام بالاسم وهما أكفر من الكفار الأصليين الصريحين إبادة قبور وأولياء وشعوذة وسحر وتمائم وحاجات كثيرة جدا في كثير من جمهور المسلمين ما يصلي وترك الصلاة كفر وشرك ومع ذلك ما يصلون كثير فدعوة المسلمين أمر مهم جدا المهم هذا الرجل صرفه النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب ورقي قال يا رسله ادعو الله ها أن يدعي منهم قال سبقك بها وكاشا وهذا سلوب نبوي يتعلم من المسلم أن بعض الناس عنده يعني يعني أنه عطى بالوجه الكلمة يعني كلمة حسبها لهذا يعني على طول الاسلوب صحيح أنا ما عندي يعني أعطيك بالوجه أعطيك بالجبه ليش ليش إذا في كلمة لطيفة تصرف فيه حسن ما تعطي بالجبه ما تسوي شوف محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشي ما قال عطى بالجبه ما عطى بالجبه لا وإنما كلمة طيبة أيش أخوان صدقها قد يكون هذا ضعيف إيمان مثلا منع من هذا الرجل قال رجل قال لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم زجره بكلمة يمكن يرتد صح أو يمكن يرتد غيره فذاك النبي صلى الله عليه وسلم عرض بها الكلمة اللطيفة فقط سبقك إيش بها وكاشا نعم الشاهد من الحديث وعلى ربهم يتوكلون عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه البخاري مختصرا ومسلم هذا ذاوة إلى فراش يقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لكن فيه كمان أنك تتوكل الله بقلبك تقول كلمة إيش توكلت على الله وعليك توكلت كما ذكرت لكم نعم عن جابر رضي الله عنه أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وتفرق الناس يستضلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنى نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي الله فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب ولم يشعر بي هو نائم فهذا أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعراب نعم فاستيقض عليه صلى الله عليه وسلم نعم فاستيقضت وهو في يده وهو في يده صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس نعم رواه البخاري ومسلم ما استطاع أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهي دلك قوة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل فما استطاع أن يفعل بالنبي على سلام شيء نعم كمل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء حديث عمراء بن خطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم عدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إيمان به قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محب وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهت فترة اللجنة الدائمة كلام جميل نفعنا الله به طيب نكتب القدر الله تعالى وصلى الله وسلم بركنا محمد وعلى صحبه أجمعنا